نروح مع حضراتكم الحقيقة الجولة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب الجولة اللي حضراتكم شايفين صورتها على الشاشة دي كانت في أثناء تفقد مجلس الإدارة لأعمال التطوير والإنشاءات في فرع النادي في مدينة نصر ما أعتقدش أنه يمكن ما فيش فرع واحد الحقيقة ما تكلمناش على مرحلة تطوير أو تحديث للبنية التحتية أو تطوير أو إضافة مجموعة من الصلاة أو الملاعب أو حتى المباني والمشاءات الاجتماعية في الفترة الأخيرة ويمكن منهم طبعا زي ما حضراتكم شايفين في الصورة جولة كابتن خطيب في فرع مدينة نصر الناس شغالة على كل مستويات الحقيقة سواء كنا منتكلم على الهدف الأساسي طبعا للنادي الأهلي اللي بتقف وراء قاعدة جماهرية عريضة جدا مطلوب أنك أنت تلبي طموحهم مطلوب أنك أنت تكون مصدر إحساس بالسعادة والفخر وده بيتم بشكل كبير جدا من خلال إنجازات الأهلي على مستوى الرياضي في كل الألعاب الحقيقة نتكلم على مجموعة كبيرة جدا من الألعاب عدد كبير جدا من البطلات ده واحد من الأهداف الرئيسية طبعا لأي مجلس إدارة بتولى مسؤولية النادي الأهلي لكن ناحية تانية كمان الأعضاء النادي أو أعضاء الجامعية العمومية بفروعهم المختلفة سواء كم نتكلم جزيرة مدينة ناصر زايد تجمع أو حتى فرع الأقصر تم الكلام عليه مؤخرا الحقيقة الفروع كلها بتشهد طفرة إنشاءية كبيرة جدا ودي يمكن الجولة الأخيرة ويمكن كابتن خطيب ظاهر دايما في المشهد يعني في وقت من الأوقات تسأل هو كابتن خطيب بيجيب الوقت ده كله منين الحقيقة دايما موجود سواء في موقعه عشان يقدم دعم معناوي الفريق ويشوفنا الحاجات دي في العطاءات كتيرة جدا وفي كل الحقيقة الجولات اللي استعرضنا فيها ملامح التطوير في الأفرع الخاصة بالنادي الأهلي كان الحقيقة حريص جدا على إنه يكون موجود بنفسه وعلى إنه يتابع بنفسه وعلى إنه يسمع بنفسه آخر التطورات الخاصة بعملية تطوير فروع نادي الأهلي خلي بالحضراتكم إحنا بنتكلم على يعني والحقيقة هنا ده مش بس مرتبط بفكرة نادي القارن الأكثر تتويجا لكن الحقيقة نادي الأهلي بيتكلم على نادي القارن اللي لابد أنه يكون بيتعامل بصورة أو بيظهر بصورة وبمظهر وبإمكانيات تناسب وتضاهي صورة ولقب نادي القارن نتكلم على نادي بمعايير عالمية والحقيقة أنه نادي الأهلي أبدا أو كل القائمين عن نادي الأهلي ما بيبخلوش بأي شيء سواء من ناحية الاستثمارات أو سواء من ناحية المجهود أو سواء من ناحية الوقت والأفكار عشان يطوروا المنظومة والكيان